اهلا بكم في حلقتنا اليوم ونهاردة هنعمل مع بعض صنية البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بالصلصة عملنا الصينية الجميلة دي كلها بربع كيلو من اللحمة شوفي بقى البطاطس مستوية ولذيذة قوي وكمان مليان عصاج اللحمة المفرومة يلا بينا على مأدير وصفتنا جبنا قلية وحطت فيها كم علقة من الزيت ونزلت بربع كيلو من اللحمة اول ما اللحمة اخدت لون ركنتها على جنب ونزلت بربع كيلو من البصل مع كانف السطون ضربينه في الكبه اول ما البصل دي بل عندي قالبت كل المقونات مع بعضها وضفت ربع كيلو من الجزر مبشور ربع كيلو من الفلفل متقطع ربع كيلو من البندورة ضربينها في الكبه بدون اضافة المياه وضفت كمان نص معلقة كبيرة من الملح الابيض رشة من الفلفل الاصمر الكامول الكصبرة بوهر سباح حبات البابريجة. وسبتها النار متوسطة لما تم النضج. وبكده نكون عملنا احلى. اوصاق باكبر كمية زي ما انت شايفها هتقدر يتعميني منها احلى حشوات مقروب المشاميل. لزانيا. رؤاء. واللاش. سامبوسة. النهاردة هنستخدمها في حشوة البطاطس. فضفت حزمة من البقدونس. وقلبت كل المقونات مع بعضها. هنعمل عصير الطماطم. ضفت نص كيلو من الطماطم مع بصلايا. وكنفا السطوم. وضفت نص معلقة كبيرة من الملح الابيض ورشة من الكمون والكصبرة والفلفل الاسمر. وبهار السباح حبات والبابريكة. وضفت كبات مية كبيرة وضربت كله في الخلاط عشان نعمل العصير. استخدمت هنا البطاطس عبارة عن اثنين كيلو مقورنها. واول مرة استخدم قلب اه اه او القلب بتاع البطاطس في الصينية. اه جربوها هتلقوه جميل جدا. وبدأت احشي البطاطس وارس. تمام كده. وبعد كده نزلت عليها بعصير الطماطم. وضفت لها معلقتين من السمنة او الزيت. ودخلناها فرن حامي مع التغطية. من تحت بتاخد نص ساعة وبعد نص ساعة. بتشيلي الغطة من عليها وتحطيها تحت الشواية تاخد لون. وبكده تكوني عملت احلى صنية بطاطس بالصلصة. تقدري تستخدميها كطبق اساسي مع رز بشارية والصلطة. او تستخدميها كطبق فرعي على صفرة رمضان كل سنة وانتوا طيبين. ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. ويا رب كل وصفاتي تنال اعجابكم دمتم في رائد اللي.